السلام عليكم شباب رجعنا لكم فيديو جديد وهل مرة الفيديو مالنا تكمل السلسلة اللي بدأنا بها بتطوير نظيمة الاندرويد للأجهزة القديمة من شركة سامسونج نحن اليوم التابلت اللي راح نتناول تطوير النظام مالته هو الاس ام تي 310 او الالجالكسي تاب 3 الالجالكسي تاب 3 النظام الاندرويد مالته 4.4.2 بالوقت الاخير ما قام يدعم كل الخدمات فحتى نقدر نستفاد ملا خدامات جوبير راح نرفع المنظ tongsى باندرويد مالتهي لا تبع 시청ة命 1.2 euros بمنائة طبعا هذا الدرس ما راح يكون خاص بالاس ام تي 310 وانما راح يكون بجميع الفئات من هذا الموديل راح يكون خاص بالاس ام تي 310 والاس ام تي 311 والاس ام تي 312 وحتى الاس ام تي 315 شرحنا اليوم راح يكون على اس ام تي 310 ملفات راح تكون واحد خاصة بهذا الموديل ورح يكون عدنا ملفات اخرى ايضا راح نرفق لك اياها بصنوق الوصف اسفل الفيديو تقدر تحملها منها. راح تكون ملفات خاصة بالاس ام تي تاثمية واحداش وثلاثمية واثنائش. وراح يكون عندك حزمة ثالثة من التطبيقات والادوات المستخدمة. راح تكون خاصة بالاس ام تي تلاثمية وخمسة عش. على موجب ما يكون هو جهازك. شنو? راح تحمل الحزمة من الادوات. وتطبق عليها الشرح اللي راح تشوفها بهذا الفيديو. فحتى تستفاد من كل الشرح وتستفاد بشكل كامل. وما ما يصر عندك اخطاء بتطبيق الشرح. ححرص على انك تشوف الفيديو بشكل كامل. وتستفاد من كل الملاحظات اللي راح اقولها خلال هذا الشرح. فخليكم تابع حتى النهاية. قبل ما ابدأ بالشرح شباب احب اناوها النقطتين. النقطة الاولى انه هذا الفيديو هو جزء من سلسلة كبيرة موجودة على القناة خاصة بتطوير انظمة آآ تابلتات السامسونج القديمة. ورفع اصدارات الاندرويد مالتها الى اصدارات حديثة كاندرويد ستة واندرويد سبعة. فاذا تستفاد من بقية السلسلة يمكنك انه ترجع على الفيديوهات الخاصة بالقناة وتشوف القسم الخاص بتطوير انظمة الاندرويد. تستفاد من جميع الفيديوهات الموجودة على القناة واللي قمنا بانشاها قبل هذا الدرس. والنقطة الثانية اللي احب انوها عليها شباب انه في حالة لا سامح الله اثناء تطبيق الدرس واجهتك اي مشكلة في تطبيق الدرس او خطأت باي خطوة من الخطوات تقدر ترجع على الروم الاصلي الخاص بالجهاز عن طريق البحث بموديل الجهاز بالجوغل تكتب موديل الجهاز بشكل كامل وتكتب وراء عبارة استوكروم. يعني من اللي نفرض انه هذا الجهاز هو سامسونج اسم تي 310. تروح على الجوجل بهذا الشكل. وتفوت على الجوجل تكتب غالكسي تاب مثلها سامسونج غالكسي تاب ثري اس ام تي 310 وتكتب وراء عبارة استوكروم. استوكروم هو الروم الاصلي الخاص بالجهاز راح تشوف انه هو اكو عشرات المواقع اللي يتوفر لك الروم الاصلي الخاص بالجهاز مالتك. تحمل هذا الروم وعن طريق الاودن او اداة الاودن او برنامج الاودن تقدر تسوي عملية فلاشنج للروم الاصلي ويرجع الجهاز مالتك الى وضعه الطبيعي فوجب التنبيه فنبهنا. ببرنامج الاودن اصلا راح نقوم بشرحه بهذا الدرس فما راح يكون عندك اي شكال حتى اذا خطأت تقدر ترجع الى الوضع الاصلي. اول شغلة اطلبها منك قبل ما مبلش بالدرس انه يكون الجهاز مالتك ما يقل شحنه عن السبعين بالمية حتى لا يسر عندك اشكالات اثناء تطبيق الدرس. اول شي راح ننسوي راح نروح على الضبط وننزل على حول الجهاز وشوفكم النظام الموجد حاليا على الجهاز اللي انا راح اتناوله كعينه. هنا ادنا هو الجهاز موديلة اس ام تي 310 مثل ما شوفون. والنظام الاندرويد مالته هو اربعة بوينت اربعة بوينت اثنين. شنون الخطوات اللي راح نتبعها اول خطوة راح نسويها راح ندوس على زر الباور ونطفي الجهاز بشكل كامل بهذا الشكل. اول الشغلة راح نسويها بعد ما قمنا باطفاء الجهاز هي ادخال الجهاز بوضع الوضع هو وضع تفليش الجهاز باي روم عن طريق الكمبيوتر. حاليا نجي نضغط على زر الهوم ونضغط على زر خفض الصوت ونضغط معاه على زر الباور بهذا الشكل. يعني زر الهوم وزر خفض الصوت اضافة الى زر الباور في انا واحد ندوس هوم. من تعلق الشاشة عندك تترك تترك الازرار راح نشوف هنا يقول لك اذا تريد تستمر وتدخل الى وضع الروم وضع الروم او وضع داونلود اضغط على الزر رفع الصوت فندوس زر رفع الصوت بهذا الشكل. هنا الجهاز دخل الى وضع الداونلود. اسه راح نجي نروح الى ديسك توب بهذا الشكل. نروح الى ديسك توب وننزل هذه جوه. نجي اخوان هنا راح نجي نتناول هاي الملفات اللي راح اترك لك ايها اصلا بصندوق الوصف. آني لانه جهازي اس ام تي 310 مثل ما شفت قبل شوية فراح نتناول هاي الحزمة من الملفات. انت اذا كان جهازك اس ام تي 300 وداعش او 312 بعد ما تحمل الملفات من صندوق الوصف راح يكون عندك هذا الملف. واذا كان عندك جهازك اس ام تي 310 راح يكون عندك هذا الملف بعد ما تحمله من صندوق الوصف ايضا. فاني راح اجي افتاح الملف الخاص بالاس ام تي 310 حتى نفذ الشرح. راح تجي تلقى اربع ملفات بداخل الملف اللي انا ارفقت لك يا. الاربع ملفات راح تكون عبارة عن برنامج الاودن الخاص بتفليش انظيمة الاندرويد. آآ لاجهزة السامسونج. وبعدها راح يكون عندك ملف او او حزمة التطبيقات الاساسية الخاصة بالبرامج. ومن ضمنها راح يكون طبعا الجوجل بلاي. اذا ما نصبت هذا ما نصبت هاي الحزمة ما راح تلقى الجوجل بلاي بالنظام. والملف الثالث راح يكون عبارة عن الروم المعدل الخاص بهذا الجهاز ايضا راح آآ نحتاجه في عملية تطوير النظام. والملف الرابع هو الـ TWRP او المعدل اللي راح آآ نضمنه داخل الجهاز حتى نقدر عن طريقة نقوم بجميع العمليات. اول خطوة راح نقوم بها راح نفتح برنامج الاودن بهذا الشكل. ونشغل برنامج الاودن راح نقول له اوكي راح يجي تفتح لنا الواجهة الرئيسية مع البرنامج الاودن عن طريق الاوبشنز نشيل الاوتو ريبوت نرفع عنا الاوتو ريبوت ونرجع على اللوغ راح نجي على هاي الاربع خيارات الهنا نجي على خيار الاي بي من هاي المكان ندوس على الاي بي نجي على سطح المكتب لانه نحن خاطين الملفات على سطح المكتب نجي ندوس على الاس ام تي 310 انت اذا كان عندك غير جهاز تختار اسم النافذة او اسم الملف اللي حطيته فانت اللي نفرض جهازك اس ام تي 310 فتكت على اس ام تي 310 راح تجي تلقى ال تي دابل يو ار بي او اللي كوستوم روم او الكوستوم ريكوفوري عذرا او الريكوفوري المعدل نختار ملف الريكوفوري المعدل بهذا الشكل ونقل له اوبن راح تجي تشوف انه يكل لك حاليا الاودن حاضر لعملية الفلاشنج بنجي حاليا نربط الجهاز على الكمبيوتر بهذا الشكل خليم وديكم على الهاند هذا التابلت حاليا غير مربطة على الجهاز الكمبيوتر بنجي نربطه على الكمبيوتر بهذا الشكل بمجرد ربط الجهاز على جهاز الكمبيوتر راح نشوف انه جهاز او برنامج الاودن ظهر عندنا هنا على مزرقاء دلالة على انه الجهاز تم ربطه وحاليا جاهز النظام جاهز التابلت لاستقبال اي ملف اه نقوم بتفليشه فنقول لها ستارت سيجي هنا يقوم بعملية تفليش للملفات داخل الجهاز وكمل مثل ما اشوف فاس هنا انتهت عملية اه ارفاق المعدل داخل الجهاز ما ظل نشغل بالاودن نطلع مبررنامج الاودن ونسد هذه النافذة ونجي نروح على وضع الهاند مرة اخرى ووضع الهاند راح نجي نشوف الجهاز صار بهذا الشكل اهنا نجي اه ندخل الجهاز في وضع الريكوفري طبعا ننزع الجهاز من الكمبيوتر ما ظل انه نشغل بالكمبيوتر حاليا الجهاز بعد ما قمنا بتفليش الريكوفري المعدل اه نجي نضغط على زر الهوم وزر رفع الصوت مو خفض الصوت خفض الصوت خاص بالداولود زر رفع الصوت خاص بالريكوفري وريكوفري نحن حاليا صار عندنا ريكوفري معدل اللي هو التي دابليو ار بي فحتى ندخل على التي دابليو ار بي ندوس على زر الهوم وزر رفع الصوت في آنم واحد نضغط على زر الفاور ايضا معاهم في هذا الشكل سنشوف انه الجهاز رح يتفويانه طفة الجهاز ابقى ضاغط على الازرار اشتغل الجهاز ارفع اصباك عن زر الفاور وظل ضاغط على زر الهوم وزر رفع الصوت ودخل عندنا الى وضع التي دابليو ار بي مثل ما شوفون هذا هو الوضع الريكوفري المعدل تجي نقول لها never show this screen during boot again حتى لا يظهر لك هي النافذة مرة اخرى ونقول لها swipe to allow modification بهذا الشكل دخلنا على الواجهة الرئيسية الخاصة بالتي دابليو ار بي هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالتي دابليو ار بي حاليا نرجع نربط الجهاز على الكمبيوتر مرة اخرى ربطنا الجهاز على الكمبيوتر ونرجع نروح على الديس اكتوب رح يشوفوا انه الجهاز هنا ظهر عندنا فنجي ندخل عليه في مايكمبيوتر ونلقي الجهاز ظهر بهذا الشكل ندخل عليه نشوف الانترنال ستوريج او الذاكرة الداخلية مع الجهاز فارغة طبعا انصح انه قبل ما تطبق الدرس يكون بعملية تصفير اعدادات الجهاز فرمت الجهاز يعني بشكل كامل وبعدين بلش على اساس نظيف نجي ندخل على الانترنال اه ستوريج او الذاكرة الداخلية مع الجهاز ننزلها جوه نجي نفتح ملفات ملفات اللي حملناها اه من من صندوق الوصف رح نلقى بها هاي الاربع ملفات قلنا الاودن والتي دابليو ار بي استخدمناهم عن طريقهم قدرنا نعدل الريكوفوري حاليا نجي نختار الملف الثاني والملف الثالث اللي هما الاوبن جي اوب الجي اوب سعيد رن والملف ملف الروم المعدل ناخذهم بكوبي بهذا الشكل ونروح الى ملفات الجهاز ونقوم بعملية لصقهم بهذا الشكل بعد ما قمنا بعملية الفاق الملفات داخل الجهاز نسد النافذة هذه ما ظلن نشغل بها خلينا نروح وياكم على وضع الهاند بهذا الشكل نجي ننزاع الجهاز من الكمبيوتر ما ظلن نشغل بالكمبيوتر حاليا الجهاز مثل ما شوفون هو اصلا في وضع الريكوفوري المعدل فاول شغلة راح نسويه شباب راح نروح على الويب ومن الويب نجي نقول له ادفانس وايب بهذا الشكل اذا شوفون ادفانس وايب ندوس على ادفانس وايب ومن ادفانس وايب نجي على الكاش والداتا والدافلك اي ار تي كاش هذول الثلاث ملفات نحددهم ونقل له سويب توويب حتى ننظف الجهاز من كل الاعدادات نجي بعد هون نرجع باك وباك مرة اخرى وباك مرة اخرى حاليا صفرنا الجهاز بعد ما ارفقنا الملفات داخل الحافظة مالتا او داخل الذاكرة مالتا نروح على قسم الانستول بهذا الشكل وننزل في الاسفل راح نشوف الملفات اللي قمنا بارفاقها داخل النظام او داخل الذاكرة الخاصة بالجهاز اول شي راح نقوم به شباب هو تنصيب الروم المعدل اللي هو هذا ندوس عليه ونقل له سويب توكونفرم فلاش بهذا الشكل راح ننتظر عدة ثواني لحد ما يقوم بعملية تنصيب النظام شباب بعد ما قام بعملية تنصيب الروم المعدل نقول له ويب كاش بهذا الشكل ندوس على ويب كاش ونقول له سويب تو ويب عليها ونقل له سويب تو كونفرم فلاش مثل ما شفتم شباب كمل عملية تنصيب حزمة التطبيقات نقول له ويب كاش ايضا نقل له سويب تو ويب وهنا نجي نقل له ريبوت سيستم هنا يعرض عليه تنصيب اه بعض الامور قل له دونت انستل طبعا هاي العملية هي عملية الفتح الاولى فممكن انه تستغرق عندك اه بضع دقائق فتنتظر لحد ما يفتح النظام عندك فلا تستعجر عليه وهو يعني ممكن انه تطور هاي العملية الى اه حد ثمان دقائق او عشر دقائق فلا تستعجر وانتظر بعد ما فتح النظام بهذا الشكل نقول له نيكس تختار اللغة اللي تناسبنا عليه انجليش خليه انجليش بي طبعا كل اللغات تقدر تختارها اللغة العربية setup as a new اختار شبك اذا تريد او don't use any network for a setup اقول له continue هنا طبعا الوقت والتاريخ اهرص على انه الوقت والتاريخ يكونوا صحيحين فراح ادوس على التاريخ واختار اقول له نيكس هنا اسم الجهاز خليه مثل ما هو اقول له نيكس هاي الاعدادات خليه مثل ما هي accept هنا set all set هنا لا تغير اي شيء يقول له نيكس وهنا نقول له start طبعا ما شيفون فتحدنا النظام بهذا الشكل طبعا نروح على الاعدادات وننزل الى about tablet ستشوفوا هنا الجهاز مالتك صار النظام الاندرويد مالتك 7 هنا النظام الاندرويد مالتك 7.1.2 مثل ما شوف النظام اتطور فخلي نجي ندوس على الواي فاي ونكنك الجهاز على الشبكة بقنا الواي فاي نجي ندخل على ال google play او play store sign in ندخل لأي ايميل طبعا بعد ما تقوم بربط الجهاز على الشبكة راح تشوف انه تقوم بحزم التحديثات وينصب امور يعني يحتاجها هو النظام فبالبداية راح تشوف انه الدخول الانترنت وحركة راح تكون شوية بطيئة لحد ما يتم عملية تنصيب جميع التحديثات والادوات فكون صبور ببداية خلي نجي النص باليوتيوب ونستل نصب بيانة اليوتيوب مثل ما شفتم سويلة open فتح لدينا اليوتيوب بهذا الشكل نجي نشغل اي ملف او على دران اي فيديو فتح لدينا نجي نرفع الجودة مع الفيديو حد الage d شوف فيدي عن التشغيل اليوتيوب بجودة hd مثل ما شوفون شباب اليوتيوب حاليا شغال بجودة 1080 بدون اي مشاكل والصوت شغال خنجي نفحص بقية الامور نجي مثلا ندخل على الكاميرا كاميرا خلفية شغالة نجي نحول الى الكاميرا الامامية الكاميرا الامامية ايضا شغالة ما بها اي اشكال الواي فاي فحصنا سوى وكالنقنا ايضا البلاي ستور تحدث الحالة ودازل عندنا الاصدار الحديث الاخير من البلاي ستور مثل ما شوفون ما عندنا اي مشكلة ولله الحمد تم تطوير النظام بشكل ممتاز طبعا راح تكون عندك في بعض المشاكل مثل البطء وتركب العمل هاي الامور طبيعية لانه نظام الاندرويد مالتك الحالي هو 7.1.2 وعتاد الجهاز مصمم للعمل على اندرويد 4.4.2 فمن الطبيعي والبديهي ان يكون ببعض البطء تتحمل البطء وتحصل على جميع خدمات جوجل بلاي او البلاي ستور افضل مما انه اه يكون الجهاز سريع ولكن ما يدعم كل الخدمات طبعا راح تشوف انه بداية التنصيب التنصيب الروم انه يكون بتحديثات دورية انتظر يكمل كل هاي التحديثات حتي يستقر عندك بشكل كامل بحالة اذا واجهتك اي شكالات تريد صفر الجهاز او صفر اعدادة الجهاز طبعا تكون بهذا الشي عن طريق اطفاء الجهاز بشكل كامل والدخول الى وضع المعدل بهذا الشكل ندوس على زر الهوم وزر اه رفع الصوت باضافة الى زر بهذا الشكل ومن يشتغل الجهاز ترفع ايدك عن زر والضغط على زر الهوم وزر رفع الصوت حتى تدخل على وضع المعدل دخلنا على وضع ريكوفر المعدل عن طريق الويب تجي على ادفانسويب تختار الكاش والداتا والداوليك اي ار تي كاش هذا اللي نيل ثلاث ملفات او ثلاث الامور تحددهم وتقول الويب تصفر الجهاز بشكل اه كامل هاي عملية الفورمات اذا تريد تعمل الفورمات للجهاز اذا واجهتك بايشكالات اه هذا كل شي اللي حبيت اوضحه بهذا الخصوص الجهاز مثل ما شوفون كل الامور اللي بيه شغاله بشكل طبيعي وما عدنا بيه اي اشكال اتمنى يكون الشرح نال اعجابكم اذا اعجبكم الشرح لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم اه كل جديد اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم اشتراك اشتراك بالقناة تفعيل